وفي قناة أخرى للعلم أشد طلاب من مختلف الكليات بجامعة تكريت بالجهود التي تبذلها رئاسة الجامعة لرفع المستوى العلمي وتوفير كل المستلزمات التعليمية المطلوبة من أجل راحة الطلبة إلى جانب الاعتناء بأبنية الكليات والأقسام الداخلية مؤكدين أن الجامعة تبذل قصار جهدها من أجل ارتقاء العلمي بعموم أقسامها حقيقة جامعة تكريت هي جامعة أنا سميهم العراقيين جامعة تكريت تلم الطلبة من جميع المحافظات هنا تحس أنه يكون تعايش أكو سلام الطلاب ماكوا فرق يعني هنا عدنا بين كردي وعربي ومسيح كلتنا واحد حقيقة اليوم أنا كطالب في قسم الإعلام في جامعة تكريت طبعا قسم الإعلام هو من أجمل قسم أنا أجمل أقسام في الجامعة جامعة تكريت أيضا مهتمة بهذا الجانب كلية الآداب ممثلين عميد ورئيس قسم ومقررية ودكاترا ما مقصرين ويانا حقيقة عاملون تعامل أخوي وتعامل كأصدقاء كذلك جاه نشوفهم يقدمون أن المادة بأجمل صورة حقيقة أيضا أنه إحنا أنا كطموح إن شاء الله أكون إعلامي أقدم صورة الإيجابية لمحافظتي وأكيد أكون أمين أمام الله أنه شي نوصل صوت المواطن بصورة صحيحة للمسؤول ونكون صوت الحق أنا طالب أحد طلاب جامعة تكريت بكلية الهندسة وقسم المدني طبعا إحنا دوامنا دائما يبلش من الثمانية ونوص الصباح لحد الثنتين الثنتين إلى الثلاثة هو شوية الدوام متعب بس إحنا يعني الطالب لازم يتحمل هذا التعب ويثابر عنه وليحقق طموحها طبعا أي طالب عنده طموح معين لازم يريد يحققه أنا كطالب عندي طموح إن شاء الله أتخرج وأكون من المهندسين الجيدين بالبلد ونخدم البلد بأفضل صورة وطبعا إضافتين لذلك أنا لعب منتخب العراق بالكيوكشينغاكرات هي وإن شاء الله أطمح أن أكون أمثل بلدي برياضتي وأكون أيضا أمثل بلدي بصورة جيدة من ناحية كليتي واختصاصي والهندسة مدني اليوم أحب أن نحكي عن جامعة تكريت أنه هي جامعة حلوة ومرتبة وضم طلاب من جميع المحافظات ونحكي بخصوص الهندسة أنه أنا كطالب هندسة أحب أنه أنه الدولة تهتم بشريحة المهندسين تدعم نقابة المهندسين لأن المهندس هو عنصر مهم بالمجتمع وإن شاء الله بالمستقبل نقدم صورة حلوة عن جامعة تكريت لأن نحن خرجين هندسة من يمهان ترجمة نانسي قنقر